ننتقل إلى الحصة الثانية أطبقه أولا أحيط في كل سلسلة العدد الكسري المختزل الذي يساوي الكسر المعروض في البطاقة قد ناخده 2 على 6 ونختزله قد نقسمه البسط والمقام على نفس العدد على 2 2 مقسم على 2 1 6 على 2 3 1 على 3 يساوي 2 على 6 و1 على 3 عدد مختزل 4 على 4 نقسمه البسط والمقام على 4 4 على 4 1 4 على 4 1 1 على 1 1 ثم 3 على 6 أيضا نقسمه البسط والمقام نقسم على نفس العدد وهو 3 3 على 3 1 6 على 3 2 1 على 2 يساوي 3 على 6 1 على 2 1 عدد مختزل 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 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 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 7 4 6 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 1 2 2 3 4 5 5 5 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 اتناني في خمسة نربنا اتناني في خمسة ايضا واحد في خمسة يساوي خمسة على عشرة المقام الموحد هو عشرة اما سبعة على اربعة وجوج على ثلاثة المقام الموحد هو اتنى عشرة خامسا اقارن بكتابة الرمز المناسب بعد اجراء الاختزال او توحيد المقام في دفتري ثلاثة على سبعة وواحد على ثلاثة قد نوحد المقام ندير سبعة في ثلاثة وثلاثة في سبعة ضربنا المقام في ثلاثة البسط ايضا نضربه في ثلاثة ضربنا المقام في سبعة ايضا البسط في سبعة قد نحصل على سبعة على 21 3 في 3 9 على 21 7 على 21 9 على 21 عددين كسريين لهما نفس المقام قد انقرنوا البسطين 9 أكبر من 7 وبالتالي 3 على 7 أكبر من 1 على 3 ثم 8 على 10 و 3 على 5 قد نوحد المقام أيضا عدنا 8 على 10 المقام فيه 10 نضرب 5 في 2 و 3 في 2 3 في 2 6 5 في 2 10 نحتفظ 8 على 10 ثم ضربنا المقام البسط 3 على 5 في 2 ثم حصلنا على 6 على 10 لابع عددين كسريين لهما نفس المقام ممكن نقرنهم قد نقرن البسطين 8 أكبر من 6 إذن 8 على 10 أكبر من 3 على 5 ممكن أيضا نختزله 8 8 نقرنه على 2 و 10 نقرنه على 2 8 على 2 4 10 على 2 5 4 على 5 4 على 5 أولا نختزله هذه المرة قد نختزله أربعة نقسمها على أربعة اثنى عشر أيضا على أربعة يساوي واحد على ثلاثة نقسمه اثناني على اثناني وستة على اثناني يساوي واحد على ثلاثة فواحد على ثلاثة يساوي واحد على ثلاثة إذن اثناني على ستة يساوي أربعة على اثنى عشر نريد يساوي أولا ممكن نوحد المقام قد نحتفظه بأربعة على اثنى عشر نضرب البسط والمقام في اثناني اثناني في اثناني أربعة ستة في اثناني اثنى عشر نجد بأن اثناني على ستة قد تساوي أربعة على اثنى عشر ثم ثلاثة على أربعة و 4 على 5 ندره 4 في 5 و 5 في 4 ضربنا المقام في 5 ضربوه أيضا البصل في 5 ثم المقام في 4 البصل أيضا في 4 3 في 5 15 4 في 5 20 4 في 4 16 5 في 4 20 قد نقارن 15 على 20 و 16 على 20 عددين كسريين لهما نفس المقام قد نقارن البسطين 15 أصغر من 16 15 على 20 أصغر من 16 على 20 هذا يعني بأن 3 على 4 أصغر من 4 على 5 سادسا أكتب العدد الناقص 4 على 2 يساوي عدد كسري آخر البسط دياله 2 هذه نقسمه البسط على 2 سنحصل على 2 والمقام أيضا على 2 2 على 2 1 2 على 1 يساوي 2 ثم 7 على 4 يساوي عدد كسري آخر مقامه 8 ضربنا 4 في 2 4 في 2 8 ثم 7 في 2 أيضا 7 في 2 14 على 8 3 على 5 يساوي عدد كسري مقامه 10 5 في 2 يساوي 10 في المدربنا المقام نضرب البسط 3 في 2 يساوي 6 6 على 10 4 على 6 4 قسمنا على 2 فحصلنا على 2 أيضا المقام سنقسمه على 2 6 على 2 3 سابعا ورتبوا الأعداد الكسرية التالية تصاعديا تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر بعد توحيد المقام في دفتري 3 على 2 5 على 4 7 على 6 المقام الموحد هو 12 نضرب 2 في 6 4 في 3 6 في 2 وفي المدربنا المقام 3 في 6 5 في 3 7 في 2 في المدربنا المقام نضرب البسط 3 في 6 18 على 12 5 في 3 15 على 12 ثم 7 في 2 14 على 12 دبا الأعداد الكسرية عندهم المقام موحد 12 12 12 12 ممكن نرتبهم تصاعديا هذه نقرن البسطين نشوفوا البسط الأصغر 18 15 14 14 أصغر من 15 ومن 18 إذن 14 14 على 12 والعداد الكسر الأصغر لهو 7 على 6 أصغر من 15 على 12 لهو 5 على 4 أصغر من أصغر من على 12 أصغر من 3 على 2 ثامنا إصطاد أسد فريسة فأكل 2 على 5 وترك 1 على 3 للبوء لليون وأربع على 15 للأشبال لليون صو وحد مقام الكسور ثم أحدد الحيوان الذي أكل أكبر نصيب ثم الحيوان الذي أكل أصغر نصيب الأسد أكل 2 على 5 وترك 1 على 3 للبوء أكل أما الأشبال 4 على 15 قد نوحد مقامات هذه الأعداد الكسرية 5 في 3 2 في 3 أيضا يساوي 16 على 15 ثم 3 في 5 و 1 في 5 5 على 15 ونحتفظ ب4 على 15 لأن 4 على 15 المقام هو 15 5 6 على 15 الجزء الذي أكله الأسد 5 على 15 الجزء الذي تركه للبوء و4 على 15 الجزء الذي تركه للأشبال نوحدنا المقام سهل أن نحدده أكبر وأصغر نصيب فالنصيب للأسد 6 على 15 النصيب للبوء 5 على 15 والنصيب للأشبال 4 على 15 أعداد كسرية لها نفس المقام سنقرن البصل 4 على 15 هو النصيب الأصغر الذي سيأكله الأشبال إذن أصغر نصيب للأشبال أما أكبر نصيب أكبر بصل هو 6 أكبر نصيب الذي يأكله الأسد الأسد ثم الأشبال تاسعا أعدت أم أيمن كعكة فأعطت منها لابنها 2 على 5 ولابنتها 4 على 10 قال أيمن لقد أخذت أكبر قطعة هل هذا صحيح ما الدليل أم أيمن أعدت كعكة أعطت لابنها 2 على 5 أعطت الخمسين ولابنتها 4 على 10 4 قال أيمن لقد أخذت 2 على 5 لقد أخذت أكبر قطعة بأن أخذت أكبر قطعة هل هذا صحيح 2 على 5 يساوي 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 2 في 2 و5 في 2 يساوي 4 على 10 هو نفسه الجزء الذي أخذت أخته يساوي 4 على 10 إذن ما قاله أيمن خطأ لماذا لأن أخذ نفس الجزء الذي أخذت أخته وهو 4 على 10 هل هذا صحيح خطأ لماذا لأنه أخذ نفس الجزء الذي أخذت أخته ترجمة نانسي قنقر